العراق يحصن حدوده الشمالية باستراتيجية أمنية لوقف الانتهاكات الإيرانية والتركية قرار يأتي بعد القصف المتكرر الذي نفذته جارتاه واستهدف مسلحين أكراداً في إقليم كردستان العراق الاستراتيجية الأمنية أقرها المجلس الوزاري للأمن الوطني قوامها أربعة محاور تبدأ برسم خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا إلى جانب تأمين الدعم اللوجستي لقوات الحدود وتعزيزها عددياً ومادياً وإسنادها بالمعدات أما المحور الرابع فيشمل تنفيذ الخطة الأمنية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البشمرغ ويبدو أن الإعلان العراقي موجه بشكل خاص إلى إيران التي أكدت في وقت سابق عزمها الاستمرار في مواجهة التهديد القادم من الإقليم العراقي على حد وصفها وهددت بعملية عسكرية برية في شمالي البلاد إذا لم يعمل الجيش العراقي على ضبط الحدود ومواجهة المسلحين الأكراد وفي وقت سابق شن الحرس الثوري هجمات صاروخية وغارات بمسيرات اتحارية ضد مواقع المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق وتتهم طهران هذه الجماعات بالتحريض على إثارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية وتهريب أسلحة إلى البلاد وهي اتهامات تنفيها الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة من جانبها شددت أنقرة على أنها مصممة أكثر من أي وقت مضى على حماية حدودها مع سوريا والعراق وأشارت إلى استمرار عملياتها الجوية التي استهدفت نحو 500 هدف في سوريا والعراق منذ بداية الأسبوع تحول شمالي العراق لساحة نزاع بين أطراف خارجية لم يزعج بغداد فحسب التي نددت بانتهاك سياداتها ولكنه تحرك يثير مخاوف البنتاجون والتحالف الدولي من أن الصراع قد يقوض جهود مكافحة داعش ويمنحه الفرصة لإعادة نشاطه من جديد